السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مستحضرات طبية تهمك مع دكتور سيدلي طارق محمد عبدالله ان شاء الله النهاردة هاعرض مراجعة لخطوة تنظيف البشرة لشركة سيرافي من غسولات ميسيلر ووتر تونر على حسب نوع البشرة جافة او دهنية او بشرة مختلطة هبدأ في البداية اعرض منتجات خطوة تنظيف البشرة العادية الى الجافة وبعدها احارض البشرة الدهنية والبشرة المصابة والمعرضة لحب شباب البشرة الجافة متوفر منها تلات انواع من الغسول واحد بيكون على شكل جيل كيلينزر والتاني على شكل فوم رغوة منظفة والشكل التالت هو البار او الصابونة الطبية المنظفة للبشرة العادية الى الجافة ولو محتارة ما بين الغسول والفوم فانت لو محتاجة احساس انعاش وتلطيف اكتر للبشرة فمنصحك باستخدام الفوم الرغوة وعمتا غسولات سيروفيل البشرة الجافة بتساعد بشكل كبير في تنظيف البشرة من الشوائب والاوساخ وازالة المكياج مع تركيب الترطيب مناسبة للبشرة الجافة حتى لو بشرتك الجافة حساسة فالمنتجات دي هتكون مناسبة معاك منتجات خالية من البرابن والعطور نانكوميدوجينك لا تسبب انسداد بالمسام حتى لو بشرتك مصابة بالاجزيمة فهي مناسبة هبدأ باللي بيميز تركيبة كل منتج من غسولات البشرة العادية الى الجافة سيروفي هيدريتنج فيشيل كيلينزر بيحتوي على 3 انواع من السيروميدز واللي هي عبارة عن احماض دهنية بتساعد في تقوية الحاجز الطبيعي الواقي للبشرة وبالتالي حماية وترطيب للبشرة وعلاج للجفاف بالاضافة لحمض الهيلرونيك واللي بيكون في صورة السوديوم هيلرونيت واللي بيساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة فلو بشرتك جافة ومحتاجة غسول يحتوي على هيلرونيك أسد منتجات سيروفي لتنظيف البشرة هتكون اختيار مناسب جدا بالاضافة ان الغسول بيحتوي على مجموعة من مواد الترطيب منها جريسرين، فيتامين اي واللي بيكون في صورة توكوفيرول واللي بيحب فكرة تنظيف البشرة ببار او صابونة طبية فده متاح برضو في منتجات سيروفي واللي تركبتها مقاربة لغسول تنظيف البشرة الفوم الرغوة بقى واللي اضافوا لتركبتها بجانب ثلاث انواع سيراميدز وسوديوم هيلرونيت احماض دهنية زي سيرين، برولين، ايزوليوسين، الانين واللي لها خصائص ترطيب للبشرة ومضادة للأكسادة وبالتالي فهي اضافة مهمة في الفوم لترطيب اكتر للبشرة بالاضافة لمواد ترطيب زي سوديوم بي سي اي يوريا الفوم في الحقيقة بنصح به للبشرة الجافة والجافة جدا وتركبته افضل من الجول كيلينزر كترطيب وتلطيف للبشرة وبالتالي فانتي لو محتاجة ترطيب اعمق في غسول تنظيف فاختاري الفوم اما بالنسبة لطريقة الاستخدام فهتكون مرتين باليوم صباحا ومساءا قبل منتجات العناية سواء سيروم او كريم مرتب منتج اللي لابد من عرضه في خطوة تنظيف البشرة لمنتجات سيرافي وهو الهايدريتنج تونر المناسب للبشرة العادية الى الجافة بيعتمد بشكل اساسي على 3 انواع من السيروميدز سوديوم هيلرونيت بجانب نياسينمايد او فيتامين بي سري في الحقيقة تونر روعة من سيرافي ترطيب وتلطيف للبشرة اكتر بعد الغسول وبيساعد فيه تنظيف البشرة بعمق وازالة الشوائب تونر سيرافي للبشرة العادية الى الجافة مناسب برضو للبشرة الجافة الحساسة تونر خالي من الكحل والزيوت والعطور ولا يسبب انسداد للمسام بيحافظ كمان على بي اتش او درجة حمودة البشرة يعتبر سيرافي هيدريتنج تونر من افضل الاختيارات لتونر تنظيف بعد الغسول للبشرة الجافة هتستخدميها عن طريق قطعة قطنية بتمرريها لتنظيف وتلطيف كامل البشرة هارد دلوقتي شرح لخطوة تنظيف البشرة الدهنية والمختلطة واللي بتتكون من غسول تنظيف جيل كيلينزر سابونة طبية بار وهشرح معاهم تنظيف البشرة بالميسيلر ووتر ومنديل تنظيف المكياج المنتجات هتكون مناسبة معانا للبشرة الدهنية والمختلطة حتى لو كانت بشرتك حساسة فهي منتجات برضو مناسبة وطبعا مناسبة للبشرة العادية وهبدأ بغسول تنظيف البشرة سيرافي فومينج فيشيل كيلينزر غسول مناسب لتنظيف البشرة من الدهون المتركمة وإزالة الأوساخ والأتربة وشوائب البشرة وإزالة المكياج تركبته بتعتمد على مواد رئيسية 3 أنواع من السيراميدز والمطفرة في منتجات سيرافي واللي بتساعد زي ما ذكرت سابقا في الحفاظ على حاجز البشرة الواقي وترطيب البشرة بيحتوي كمان على نياسيناميد المهم للبشرة الدهنية لتنظيم إفرازات الدهون وتلطيف البشرة هيدرولايز دهيلرونيك أسد للحفاظ على ترتيب البشرة غسول سيرافي للبشرة الدهنية غسول خالي من العطور ومناسب للبشرة الحساسة أما بالنسبة لطريقة استخدامه فهتكون مرتين باليوم صباحا ومساءا قبل منتجات العناية سواء سيرام أو كريم بتستخدميه في روتينك اليومي شركة سيرافي موفرة صابونة طبية بار لتنظيف البشرة الدهنية باختصار هي نفس فكرة الغسول المنظف ولكن على شكل صابونة طبية وحتستخدميها مرتين باليوم صباحا ومساءا الميسيلر ووتر والمناديل المبللة المنظفة والمزيلة للمكياج والدهون والأتربة المترقمة على البشرة وليه حنستخدمها بعد استخدام غسول التنظيف في الروتيني اليومي في الحقيقة بعد دراستي لتركيبة ميسيلر ووتر سيرافي فهو مناسب لكل أنواع البشرة سواء بشرتك دهنية أو جافة بيحتوي على 3 أنواع من السيراميدز الأحماض الدهنية بجانب نياسينمايد لتلطيف البشرة وتنظيم إفرازات الدهون بجانب أنه بيحتوي على مواد لترطيب البشرة زي جليسرين التركيبة في الحقيقة خالية من البارابن والعطور وبتتميز أنها نان كوميدوجينيك لا تسبب انسداد بالمسام وكمان فهي مناسبة لتنظيف منطقة العين من الميكياج أما بالنسبة لطريقة الاستخدام فهتستخدميه مرتين باليوم صباحا ومساء بعد غسول التنظيف وضروري نرج العبوة قبل الاستخدام وبتمرري المحلول عن طريق قطعة قطنية لتنظيف كامل البشرة وبتتركيه بدون شطف هبدأ دلوقتي بالغسولات العلاجية والغسول المفضل والمناسب للبشرة المصابة بحب شباب واللي في الغالب البشرة اللي بتتعرض أو بتصاب بالحبوب بتكون بشرة دهنية سيروفي أكني فومينج كريم كيلينزر بيعتمد في تركيبته على بنزوي البروكسايد بتركيز 4% واللي بيساعد فيه علاج وإزالة حب الشباب بجانب تركيبة مناسبة للبشرة المصابة لحب شباب لتنظيف الأوساخ والزيوت المترقمة على البشرة الغسول لا يخلو من المقشرات فواء بيحتوي على جليكوليك أسد مقشر أحماض فواكه ألفا هيدروكسي أسد بجانب ستريك أسد لتأشير طبقة الجلد الخارجية الميتة والمساعدة في تنظيف البشرة وعلاج حب الشباب ده بالإضافة للمواد اللي بتعتمد عليها سيروفي في منتجتها من 3 أنواع سيراميدز سوديوم هالرونيت نياسينومايد لتنظيم إفرازات الدهون وتلطيف البشرة طبعا لازم نلاحظ أن الغسول وخطوة تنظيف البشرة هي في الأساس مش خطوة علاجية بمعنى لازم نستخدم بعده منتج لعلاج حب الشباب ولو الحبوب صديدية مزمنة منتشرة في كامل البشرة الأفضل طبعا استشارة الطبيب طريقة استخدام الغسول مرتين باليوم صباحا ومساءا قبل منتجات علاج حب الشباب وحابب أنوه أن الغسول وارد جدا يسبب جفاف للبشرة بسبب تركيبة التأشير فضروري نستخدم مرتب مناسب بصفة يومية أما بقى لو بشرتك معرضة للإصابة بحب شباب أو بتشتكي من حبوب تحت الجلد فلو تفتكروا في فيديو علاج الحبوب تحت الجلد ذكرت أهمية حمض السلسلك في علاج الحبوب تحت الجلد فغسول سيرافي أكني كنترول كيلينزر هيكون مناسب جدا للمشكلة دي بيحتوي على تركيبة أساسية 2% سلسلك أسد مقشر أحماض فواكه بيتا هيدروكسي أسد بيساعد في تأشير طبقة الجلد الخارجية الميتة وتقليل الدهون بالبشرة وعلاج للحبوب تحت الجلد بجانب 3 أنواع سيروميدز لحماية الحاجز الطبيعي للبشرة نياسيناميد لتلطيف البشرة وتنظيم إفرازات الدهون هيدرولايز دهيلرونيك أسد للحفاظ على ترتيب البشرة بالإضافة أنه بيحتوي على هكتوريت كلاي أو تين هكتوريت واللي بيساعد في إزالة شوائب وأوساخ البشرة المتركمة كمان بيمتص الزيوت وبيقلل من موضوع أن البشرة يبقى فيها لمعان سيرافي أكني كنترول كيلينزر غسول خالي من العطور والبرابن ومناسب للبشرة الحساسة المعرضة لحب شباب نان كوميدوجينيك تركبته لا تسبب انسداد بالمسام أما بالنسبة لطريقة استخدامه فهتكون مرتين باليوم صباحا ومساءا وطبعا مهم جدا تستخدمي كريم مرطب مناسب للبشرة الدهنية لتنظيم إفرازات الدهون ومنع حدوث جفاف أخيرا اللي هتسألني عن غسول عمتا مقشر للبشرة بتركيبها تكون لطيفة على البشرة وإلى حد ما ما تسببش جفاف وفي نفس الوقت يكون غسول طبي خالي من العطور ومناسب للبشرة الحساسة أو في حالة انك بتستخدمي مجموعة للعناية وعلاج التجعيد ومحتاجها غسول يؤشر ويجدد البشرة ففي الحالات دي بنصحك بغسول سيرافي رينيوينج S.A. كلينزر غسول لإزالة الدهون والأوساخ المتركمة وتنظيف البشرة من المكياج S.A. هي اختصار للمادة الفعلة الرئيسية بالغسول سلسلك أسد مقشر أحماض فواكه بيتا هيدروكسي أسد واللي بتساعد فيه تأشير وتجديد طبقة الجلد الخارجية الميتة وتحسين ملمس ونعمة البشرة بجانب تركيب التأشير ومادة جولوكونولاكتون بوليهايدروكسي أسد بيساعد فيه تجديد البشرة وإزالة الجلد الميت ولها برضو مفعول مضاد للأكسادة وده طبعا هيكون بجانب تركيبة من مواد لترتيب البشرة ثلاث أنواع سيروميدز هيدرولايز الهيلرونيك أسد نياسينامي الترتيب وتلطيف للبشرة بجانب جاليسرين كمرطب أما بالنسبة ريطالية استخدام الغسول فهتكون مرتين باليوم صباحا ومساءا في الحقيقة شركة سيروفي ذكرت أنه لا يسبب جفاف بالبشرة لكن الأفضل تستخدمه مرتب بشكل يومي يكون مناسب على حسب نوع بشرتك ده شرح وافي وكافي لخطوة تنظيف البشرة لمنتجات سيروفي وانتظروني إن شاء الله مراجعة لباقي منتجات شركة سيروفي في قادم الحلقات ما تنسوش بقى اللايك الجميل والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو على أوسع نطاق نحياتي دكتور صيدلي طارق محمد عبدالله